تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال الـ 24 ساعة من ضبط 482 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 84 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط قرابة 43 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 46 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 612 قضية من بينها 184 قضية خبز ناقص الوزن و168 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية فقد تم ضبط سبع قضايا بمضبطات بلغت قرابة 52 طن أقماح محلية